أكثر من عام على هجمات السابع من أكتوبر تاريخ يقول الساسة الإسرائيليون إن خطره سيظل قائما إذا لم تعزز إسرائيل من وجودها في القطاع والحديث هنا عن وجود كامل ومستمر يشبه ذاك الذي كان قبل إخلاء غزة من المستوطنين عام 2005 وترى الحركة المتشديدة في إسرائيل أن فك الارتباط الذي شهده القطاع خلال عام 2005 والذي اعتبر مؤيدوه أنه طريق لتسوية سلمية مستقبلية كان في الحقيقة خطأاً واجهت بسببه إسرائيل مخاطر حقيقية هددت أمنها واستقرارها ونقلت صحيفة وولستريت جورنل عن أعضاء بحزب الليكوت قولهم إن إعادة التوطين في غزة ستمكن تل أبيب من تجنب مزيد من الهجمات هذه الفكرة وجهت معارضة شديدة من قبل الفلسطينيين وأكدت الولايات المتحدة أنها تنتهك القانون الدولي أما في الداخل فتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلب الإسرائيليين يعارضون إعادة احتلال غزة بما في ذلك بنيمين نتنياهو الذي قال إنه لا يهتم بالفكرة تصريحات نتنياهو يبدو أنها لم تثني حركة نحالة الاستيطانية عن عملها في وضع خطط لإعادة التوطين سكان غزة فحتى الآن تقول الحركة إن نحو سبعمائة عائلة سجلت أسماءها لتنتقل إلى مستوطنات محتملة في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر